لقد بات دخول عرين الأسد أحد أحلام القادة الأمنيين بل والسياسين في الكيان المحتل في هجمة جديدة من الهجمات البربرية نفذت القوات الخاصة في جيش الاحتلال المدعومة بعناصر من المخابرات الداخلية وفرق المستعربين مخيمة جنين للقبض على منفذ عملية حوارة التي قتل فيها جندي من جيش الاحتلال ومستعمر العملية الجديدة لقوات الاحتلال رحض حيتها ستة من سكان المخيم فضلا عن عشرات المصابين من المدنيين العزل أغلبهم شباب بعد أن تسللت القوات المحمولة على أربعين آلية عسكرية إلى المخيم وحاصرت منزل عنصر من مجموعة عرين الأسود الذين لم يقبلوا تدنيس عرينهم فأطلقوا النار على القوة المهاجمة وأسقطوا لها مسيرتين على إثر الهجوم الصهيوني وسقوط الضحايا قررت الفصائل الفلسطينية أعلان الإضراب العام حدادا على من قضوا في الاغتحام فعمى الإضراب الشامل كافة مناح الحياة في الضفة الغربية وأغلقت المحل التجارية أبوابها وتعطلت المواصلات العامة في مدن وبلدات عديدة في الضفة الإضراب العام هو أحد الوسائل السلمية للتعبير عن الرفض يحمل رسالة للاحتلال بالتأكيد على وحدة الدم الفلسطيني أمام هذه الجرائم المتكررة ضد المدنيين والتأكيد على الاستمرار في طريق المقاومة لاستعادة الأراضي المنهوبة رغم القمع الممنهج من قبل قوات الاحتلال رسالة صدقت على فحواها مجموعة الرد السريع بطول كاريم بتنفيذ عملية نوعية على مستوطنة بيت حيفر فجر الأربعاء في المدينة بإطلاق النار من مسافة صفر على بيوت ومنازل المستوطنين ما أسفر عن إصابات في صفوف المستوطنين عمليات المقاومة وعلى محدودية حجمها لنثرها كبير ولا سيما مع سياسات الاستيطان الصيوني المخطط لها في غفلة من العالم أرادت المقاومة بها أن تقول للمحتل إن نامت الدنيا فإن سلاحها مستيقظ يردع كل طامع